اشتركوا في القناة شابيا في الزكاة امتنع عن دفع الزكاة ثلاثة منهم خالد رضي الله عنه فجاء عمر يشتكي للنبي صلى الله وقال لهم خالد امتنع عن الزكاة النبي صلى الله الآن يوجد دافع من؟ خالد رضي الله عنه فقال فأما خالد فإنكم تظلمون خالد المظلوظ يقول فإنكم تظلمونه لا كرم وقال من أحب الناس إليه قال عائش قال من جاء ما قال أبو بكر ذكرت مرتين تقل أبوها حتى تذكر مرتين إذن الذي تريد تذكره وتكلف بالسحر والذي لا تريد هذا ها تعرض عنه هو على منك عبد المطلب منك عبد المطلب الشركة الكفرة الأكبر فأنزل الله إنك لا تهدي من أحبط ما كان للنبي والذين آمن أن يستبروا للمشيكين ولو كان أولي القرب فيه ما ضغت أسحاب السوعة للإنسان لأنهم جلسوا عند رأسه حرص النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقيه ما ضغت تعظيم الأسلاف والأكابل إنا وجدنا آباءنا على العم ولأنهم ولعظمتها ووضوحها عندهم لم يجادلوه إلا بنعرة الجائعة ما قالوا له بكاذا قالوا له أجروا أضعوا ملة عبد المطلب إلى ملة عبد المطلب الكفر هل الكفار الذين بعش فيهم النبي صلى الله من أهل الفترة يعني لم تبلغهم دعوة النبي إلى الأنبياء والأسر العليم الصلاة والسلام لا بلغتهم والدليل هذا الحديث والدليل عمرو بن الحي في جر أكتاب وفي الناس صلى الله وكان منهم موحد على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا ليسوا من أهل الفترة نكتفي لها